موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أهلا و مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج خليج العرب في السنوات الأخيرة هناك حديث يدور أحيانا في السر و أحيانا في العلن تلميح أو تصريح عن تقارب في العلاقات بين الكيان الصهيوني إسرائيل وبعض الدول الخليجية تقارير، تسريبات، تلميحات، تحليلات كلها تصب في اتجاه ذلك التقارب دون أن يصدر نفي رسمي يدحض هذا الكلام لذلك صار الجميع يترقب اتخاذ خطوة علنية رسمية في اتجاه تطبيع خليجي اللي عزز هذا الاتجاه نحو التقارب هو تنامي مخاوف الطرفين، إسرائيل وبعض الدول الخليجية من إيران وتحركاتها في المنطقة لذلك يرون بأن تقاربهم قد يساهم في الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة وغالبا سيكون هذا هو مبرر التطبيع قبل فترة انشرت صحيفة تايمز البريطانية نقلا عن مسؤولين غربيين تقارير عن علاقات سرية بين الطرفين وأكدت أن علاقات أمنية تربط دول خليجية بإسرائيل علاقات بنيت بصمت بعيدا عن الأضواء هذه التقارير أصفت الخطوة بالمثيرة ونقلت عن مسؤولين أمريكيين أن العلاقات مع الدولة العبرية ستبدأ صغيرة من خلال السماح لشركات الإسرائيلية بالعمل في الخليج وأن توطيد العلاقات بين الطرفين يفسر جزئيا حصار أو مقاطعة قطر فما صحت تلك الأخبار؟ وهل لإسرائيل يد في الأزمة الخليجية الراهنة؟ أم أنها تحاول الصيد في المياه العكرة؟ ثم كيف استفادت من التصدع الذي حدث في البيت الخليجي؟ وهل خليج العرب سائر في نهج التطبيع؟ نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم عرفت العلاقات الخليجية الإسرائيلية تطورا غير مسبوخ في السنوات الأخيرة دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو للتصريح بأن البلدان العربية لا ترى اليوم في بلده العدو بل الحليف كان ذلك خلال أول زيارة قام بها لواشنطن في عهد دونالد ترامب في شهر فبراير الماضي تصريح أنذر بسياسات التطبيع التي طفت على السطح خلال الأزمة الخليجية الأخيرة تل أبيب اعتبرت حصار قطر فرصة للتقرب أكثر من المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات العربية المتحدة والانضمام إلى صف الحلف المعادي لإيران ولجماعة الإخوان المسلمين الحلف الذي يحظى بدعم ومباركة الرئاسة الأمريكية إن الدول العربية التي قطعت علاقتها الدبلوماسية مع دولة قطر لم تفعل ذلك بسبب إسرائيل وليس بسبب القضية الفلسطينية بل بسبب خشية هذه الدول من الإرهاب المتطرف لكن يبقى التقارب الإسرائيلي الخليجي ليس وليد الأزمة لقد كشف التقارير نشرتها الصحافة الأمريكية عن وجود علاقات سرية بين إسرائيل ودول خليجية تبادلات اقتصادية وتعاون جيو استراتيجي في مجال التكنولوجيا وأمن المعلومات لسيما المتعلقة بإيران وجاءت تسريبات مراسلات سفير دولة الإمارات في واشنطن يوسف لعتيبة لتؤكد ذلك وتكشف عن لقاءات سرية جمعت مسؤولين خليجيين مع نظرائهم في إسرائيل دولة الإمارات تحتضن حسب التقارير الدولية تمثيلا دبلوماسيا إسرائيليا في أبوظبي تحت غطاء الوكالة الدولية للطاقات المتجددة وقامت قواتها العسكرية بمناورات مشتركة مع الجيش الإسرائيلي في شهر مارس الماضي في اليونان التقارب مع المملكة العربية السعودية اتسم في لقاءات ثنائية عقدت في يونيو عام 2015 بين مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية سابقا دور جولد والجنرال السعودي السابق أنور عشقي وكذلك المحادثات بين الأمير تركي الفيصل المسؤول السابق للمخابرات السعودية والمستشار الأمني السابق لبنيمين نتنياهو ياكوف أميدرور والتي تمت في واشنطن في مايو عام 2016 أما مملكة البحرين فقد جاهرت مؤخرا بالتنديد بالمقاطعة العربية لإسرائيل وكشفت عن السماح لمواطنيها بزيارة تل أبيب فهل التطبيع توجه سياسي في بعض عواصم خليج العرب وهل تساهم الأزمة الخليجية في تسريع وطيرته إسرائيل والخليج عنوان حلقتنا لهذا اليوم وأسعد باستضافة كل من الدكتور محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر أهلا بك دكتور والدكتور نواف التميمي أستاذ في معحد الدوحة لدراسات العلية أهلا وسهلا بك دكتور أبدأ معاك دكتور محمد وخلينا نبدأ من آخر مستجدات العلاقات الإسرائيلية الخليجية وآخر مستجدات ما حصل قبل يومين من خروج الوفد الإسرائيلي والموقف الكويتي رئيس مجلس الأمة الكويتي والوفد اللي معه في البرلمان العالمي كيف تقرأ مثل هذا الموقف؟ هل يعتبر أمر مستجد في العلاقات الخليجية الإسرائيلية؟ أولا قبل كل شيء أتقدم بالشكر والتقدير والإحترام وأرفع الرأية عالية تقديرا واحتراما للبرلمان الكويتي ممثلا في لئاسته التي أخرجت المندوب الإسرائيلي من البرلمان البرلمان الدولي الذي كان في إجتماع كامل وكذلك مساندته ومساندة الشعب الكويتي لهذا الموقف والذي أيضا تجلى ذلك في موقف الحكومة الكويتي من هذا الأمر فلهذا نقول نشد على أيديهم جميعا ونقدر لهم هذا الخطوة وهي خطوة عربية صادقة مومنة الأمر الآخر في هذا المجال الموقف رهيب يعني نحن إذا كان الأمر يتوسل في هذا الموقف بأنه رجل واحد ثم بالك لو كان أجتمعت جميع الدول الخليجية في موقف محدد من إسرائيل بأي طريقة كانت أليس ذلك أجدر وأقوى وأفضل لهذه الأمة؟ دكتور نواف أمير الكويت بعث ببرقية يشكر فيها رئيس مجلس الأمة على هذا الموقف إذن الآن أصبح هذا الموقف متبنى رسميا وهو موقف أيضا شعبي برأيك أن مثل هذا الموقف ألا يمكن أن يعزز التباينات ما بين دول الخليج في موقفها من الكيان الصحيوني؟ يعني داني أنا أولا مرة أخرى أثني بالتحية على إخواننا في الكويت أميرا وحكومة وشعبا وبرلمانا على هذا الموقف أنا حقيقة رصدت ربما بدافع شخصي ردود الفعل في الشارع الفلسطيني في الأوساط الفلسطينية ووجدت كم كانت هناك نوع من العزة نوع من الفخر بهذا الموقف الذي صدر عن ممثلي البرلمان الكويتي في اتحاد البرلمانات العالمي وكما قلت عاد لهم الأمل بعد أن ظن البعض بأن هذه القضية المركزية بأن هذه القضية التي كانت في يوم من الأيام القضية الأولى لأم العربية لم تتراجع إلا في أجندات البعض في حين أنها لازالت على رأس أجندات دول عربية ومنها الموقف كما رأينا الموقف الكويتي دكتور في مقابل هذا الموقف هناك الموقف مثلا السعودي شاهدنا سفير المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة عندما سئل عن أطفال في فلسطين والقتل عليه إسرائيل قال لم أدرس هذا الموضوع وفي نفس الوقت البحرين تشجع على التطبيع وغيرها والآن الموقف الكويتي هذا الموقف الصارم الشديد كيف تقرأ هذا التباين في مواقف دول الخليج طبيعي هو وهو تباين إلى حد ما كما قلنا في جانبه يدعو إلى العز وإلى الفخر وإلى الترحيب حيث هناك لازال من يمانع كما قلنا من الابتماء في أحضان إسرائيل ومن جانب آخر هناك شعور باليأس حقيقة وشعور بالحزن على أن حتى المبادرة العربية التي طرحت من جانب المملكة العربية السعودية في قمة بيروت في العام 2002 لم يعد لها أي قيم ولم يعد لها أي احترام نحن نعلم بأن تلك المبادرة التي قبلت بها الجانب الفلسطيني على مضاد كانت تشترط كما يقال التطبيع الكامل مقابل الانسحاب الكامل من أراضي حدود 67 الآن نرى أن هناك تطبيع وتطبيع يعني يهرول وبسرعة جدا باتجاه إسرائيل مقابل ماذا؟ مقابل للأسف لا شيء أبدا إسرائيل تجني الأرباح تجني المكاسب السياسية تحقق امتصارات ربما دبلوماسية بزعمها بأن هناك تحالف بينها وبين الدول العربية القائدة بين قوسين في حين في الوقت نفسه الذي تستمر في الغطرس وفي ممارساتها وفي الاستطان وفي التهويد وفي كل ما شاءت في الأراضي الفلسطينية دكتور محمد بخصوص الهرولة نحو التطبيع عندما تذكر مواقف الدول الخليجية من تطبيع العلاقات مع إسرائيل دائما يقال بأن قطر كانت هي السباقة في العلاقة مع الكيام الصهيوني واليوم الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تعج بصور المسؤولين القطريين مع مسؤولين إسرائيليين كيف أيضا تقرأ مثل هذا ولا ترى أن هناك نوع من الازدواجية في المواقف؟ انطلاقا من مؤتمر مدريد 1992 عقد مؤتمر مدريد وحضرته كل الدول الخليجية ممثلة في مجلس التعاون الخليجي وحضروا نيابة عنهم عبدالله بشار وتم اشتراط في ذلك المؤتمر أن تمهد العلاقات بين الدول الخليجية وإسرائيل وليست قطر الوحيدة التي بدأت في ذلك الموقف وإنما دول الخليجية بما فيها البحري وبيما فيها عمان وبيما فيها قطر صحيح أن قطر عملت مكتب تجاري لإسرائيل في الدوحة ولكن عرض معارضة شديدة على المستوى الشعبي وحتى أن البيت الذي استأجره الموقف أو المكتب الإسرائيلي قدم المحكمة وخرجته المحكمة بناء لأنه سار على المواطن أنه مكتب تجاري وتضح أنه لإسرائيل فأخرج عن طريق القضاء وأخرج المكتب الإسرائيلي من موقف الأمر الآخر أنه حصل استبانة على مستوى الشارع القطري كاملا وطلع 98% أو 99% بأنهم ضد التطبيع مع إسرائيل وأنهم لا مرحبا ولا قبولا بأي تواجد إسرائيلي على أرض قطر الآن ألا يوجد أي تواجد إسرائيلي على قطر؟ ليس هناك أي تواجد إسرائيلي من سنة 2009 انتهت العلاقة التجارية وانتهى المكتب الإسرائيلي من الدوحة بعد العدوان على غزة وبعد متمر التضام مع الشعب الفلسطيني في 1990 ولا توجد سفارة؟ 2009 ولا يوجد سفارة وكان مكتب تجاري وليس له حصانات دبلوماسية على الإطلاق وكان فيه ثلاثة أشخاص رجل زوجته وموظف آخر وليس بتلك الهيلم ولا يرفع علم إسرائيل عن سهل اليوم ماذا تصنف موقف قطر من إسرائيل؟ في أي تجاه؟ العلاقة بينهم ليس هناك علاقة حميمية على الإطلاق بدليل أنهم أغلقت مكتب الجزيرة لديها بدليل أنها تحاربها في كل مكان بدليل أنها حتى في الأمم المتحدة تقول عن قطر ما لم تقوله سابقا وللعلم كنا جميعا وأنا أحد الذين كتبوا في هذا الموقف وكان لقاءا مع الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية سابقا وقيل له لماذا أنتم تندفعون في قطر نحو إسرائيل؟ قال لنعرف مدخولها ونعرف ماذا يخططون قلت ألم تعرف من آيات الله العظمى القرآن الكريم ما يقول له به اليهود؟ وبالتالي نقول ذلك علنا أنه ليس لقطر أي علاقة بإسرائيل اليوم دكتور نواف القناة الثانية الإسرائيلية استضافة سيد عبد الحميد حكيم وهو مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جدة وكانت هذه الاستضافة في شهر يونيو الماضي وطلبوا منه التعليق على قطع العلاقات مع قطر كيف تفسرون هذه الخطوة خروج مسؤولين أو أشخاص أصحاب مراكز في السعودية على قنوات إسرائيلية للحديث عن أزمة قطر؟ دعني أولا نعلق على مسألة مراكز دراسات واضح أنه خلال السنة الماضية أصبح كما يقال بالإنجليزي ظاهرة مراكز الدراسات مثل المشروم مثل الفطر تتكاثر ولكن لا نرى أي دراسات ولا نرى أي أبحاث أنا أعتقد هذه ما يسمى بالسياسة بأشخاصهم عبارة عن بلونات اختبار من أجل تطويع وتطبيع الرأي العام من أجل قبول ما قد يقدم عليه المستوى الرسمي بمعنى أن المستوى الرسمي يقوم بجس نبض وعملية تسلل باتجاه الرأي العام عبر هؤلاء الأشخاص الذين مرة يسموا أنفسهم أصحاب مراكز أبحاث وكما قلت أنا شخصيا لا أعرف إذا الدكتور محمد شاف أي دراسات أو أبحاث تصدر عن هذه المراكز نعود إلى القناة الإسرائيلية ماذا تريد أن تمرر من خلال إخراجها لسعودي باسم مركز دراسات القناة الإسرائيل كما قلت الآن بالنسبة لها هذا المناخ الرائع من أجل أن تنتعش ومن أجل أن تقول بأن علاقاتها ويخرج باليمين نتنياهو ليقول بأن لنا علاقات وعلاقات الآن صارت في مستوى الحلفاء مع بعض الدول العربية فبالتالي هي من مصلحتها أن تشاهد أيضا يشاهد الجمهور الإسرائيلي بأن هذه العلاقات التي يتحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي هي ليست خرافة وليست وهم وانظروا إلى الشاشة لتروا أن هناك شخص سعودي بالزي الوطني السعودي يظهر على الشاشة ليتحدث ويتحدث ويتغزل بإسرائيل والأدهى من ذلك أنه يسم إسرائيل بأنها دولة محبة للسلام وشخص آخر لا أذكر إذا كان هو نفس الشخص أو شخص آخر يقول بأنني أنا ذهبت إلى إسرائيل ورأيت الشعب الإسرائيلي وكم هو محب للسلام وكل هذا كما قلت عملية تدجين للرأي العام من أجل ما هو قادم دكتور محمد المسفر الآن ممكن نعتبر هذا هو العصر الذهبي أو الفرصة الذهبية لإسرائيل من أجل تقبيع علاقات خليجية في ظل وجود ترامب في البيت الأبيض لإنشاء حلف جديد في المنطقة تحت شعار مواجهة إيران يضم إسرائيل ودول خليجية هو لا شك أنه العصر الذهبي لإسرائيل في هذه الطرف لا شك من ذلك ولكن ليس في عصر ترامب وكانت في أهد أوباما أيضا وكانت إسرائيل تلقت أحسن وأفضل وأعظم المعونات في داخل النظام الأمريكي في أوباما؟ لكن لسلوقت العلاقة كانت متوترة بين نتنياهو وأوباما شخصية لكن من حيث كان هناك الدراسات الأمريكية تقول بأنه كان أعظم ما تقدم للولايات المتحدة عبر الرؤساء كان في عهد أوباما وبالتالي جاء هذا ليتمم المسيرة في عهده أنا أريد أن ننبه هؤلاء أخواننا في الخليج سواء على كل الصعود بما في ذلك قطر أن التقارب مع الإسرائيليين هو حجر الزاوية الذي يهدم هذه الأنظمة وهو حجر الزاوية الذي سيحط من قيمة الأنظمة السياسية وسيفقدها معنوياتها وسيفقدها الولاء والانتماء إلى هذه الأنظمة على الإطلاق وأنا أذكر أن الرئيس فرانكلين بنجامين كان قد حذر المجتمع الأمريكي في عصر بداية الدولة وأنا أقتبس إذا سمحت لي هذا القول من هذا الرئيس أو أحد القادة لحركة التحريف في الولايات المتحدة وهو فرانكلين بنجامين يقول في سنة 1789 يقول ما يلي أيها السادة لا تظنوا أن أمريكا نجحت في الأخطار بمجرد إعلان الاستقلال فهي ما زالت مهددة بخطر جسيم لا يقل خطورة عن الاستعمار وهذا الخطر سوف يأتينا من جراء تكاثر اليهود في بلادنا إن اليهود بمجرد تمركزهم في أي بلد يعمدون إلى القضاء على تقاريد ومعتقدات أهلها وقتل معنويات شبابها بفضل سموم الإباحية اللا أخلاقية إنهم أسرع إلى الاستنباط الحيل لمنافسة المواطنين والسيطرة عليهم الأمر الآخر يقول هذا بنجامين فرانكلين وهو أحد رجال التحريف لولايات المتحدة الأمريكية وهو يحذر من ذلك أضيف إلى ذلك أنه في أوائل سنة 1999 اكتشفت البحرين نفسها عملة مزورة بقيمة 80 مليون دينار بحريني مزور وعرفها عن هذه الشخصية التي تم القبض عليها بأنها ذات صلة وثيقة بوزير خارجية إسرائيل في ذلك الزمن السيد ديفيد لابني وبقي في ذلك معنى ذلك أن وجود أو التواصل مع إخواننا حكامنا في منطقة الخليج أو بولاة أمرنا في منطقة الخليج فإنهم يجرون كارثة سياسية وأخلاقية واجتماعية واقتصادية ليس عليهم فقط وإنما على المنطقة بكاملها وعلى الوطن العربي فلهذا نحن ننادي بإيقاف هذا الزحف نحو تل أبي طيب دكتور نواف جريدة جيرزليم الإسرائيلية نشرت مقال بعنوان خمس أسباب تجعل إسرائيل معنية بالأزمة القطرية السبب الأول الأزمة الخليجية تضر بحماس واعتبروا الأزمة أيضا تمهد التقارب بين إسرائيل والسعودية ودول الخليج وأيضا ثالثا الأزمة تثبت عودة النفوذ الأمريكي إلى المنطقة وخامسا الأزمة تساهم في تعزيز موقع إسرائيل في المنطقة هل تشاطر هذا التحليل؟ لا وأنا أزيدك من الشعر بيت أنا أتفق مع كل هذا الكلام وأزيدك من الشعر بيت نحن في أصل الحكاية كما يقول إسرائيل هي وليدة الاستعمار القديم مضبوط ولا لا نحن بعد أيام سنحيي ذكرى المئة لوعد بيلفور الذي أنجب الكيان الصهيوني من رحم الاستعمار القديم اللي هو الاستعمار البريطاني القاعدة الذهبية كانت للاستعمار القديم هي ماذا؟ هي قسم تسد فرق تسد هذه القاعدة الذهبية إسرائيل وليدة هذا النظام وبالتالي أي تفرقة في الجسد العربي هي لصالح إسرائيل هذا واحد الشغلة الثانية لأكثر من 50-60 سنة والقضية الفلسطينية في كل البيانات العربية في كل القمم العربية في كل الأدبيات العربية هي القضية المركزية للعرب الآن عندما تختلق مثل هذه الخلافات داخل البيت العربي هي مسألة معنى ذلك أن ترجع القضية الفلسطينية إلى مراتب أخرى أنا أقول وهناك طبعا أسباب كثيرة تجعل إسرائيل مستفيدة من هذه الأزمة المسألة المهمة أنا أعقب على ما قال الدكتور محمد يعني هو إحنا بلاش نقرأ كتب خلينا نقرأ الواقع يعني هي مصر لما انطبعت علاقاتها مع إسرائيل ممكن حد يجاوبنا شو استفادت مصر كان يدعي من أقدم على هذه الخطوة بأن هذا سيريح استقرار وأمان ويريح من حروب على الأقل سيريح لا ميزانية الجيش والأمان وعملونا أنه لا وهناك من صور مثلا عندما عقدت أوسلو بأن غزي ستتحول إلى سنغافورة جديدة هناك واضي عربة عندما عقدها الأردن يعني صورت لنا المسائل وكأنه هل استفادت مصر من التطبيع مع إسرائيل هل استفادت الأردن حقا من التطبيع مع إسرائيل هل استفاد الفلسطينيين أنفسهم حقا من أوسلو إذن إذا كانت كل الإجابات لا بالعكس هم تضرروا أكثر مما استفادوا ما الذي يدفع دول مثل العربية السعودية والإمارات وغيرها من الدول العربية نحو هذا المستنقى يعني أنا أقول بأن التجربة خير كما يقال خير الدليل وبرهان هذه الدول التي زحفت باتجاه إسرائيل لا تضررت وكان المستفيد الأول في النهاية إسرائيل وأنا أضيف أيضا لأقول بأنه أكثر من 30 سنة الآن من التطبيع المصري مع إسرائيل لم يمنع إسرائيل من العبث بالأمن الداخلي المصري لم يمنع إسرائيل من زرع خلايا ونحن نتذكر كم من مرة أجهزة الأمن المصرية تلقي القبض على جواسيس إسرائيلين داخل مصر إذن هؤلاء الناس طبعت معهم أو ما طبعت معهم في أجندتهم السياسية وفي ضميرهم من الداخل أنت عدو دكتور محمد هل يمكن بناء سلام عربي إسرائيلي دون سلام فلسطيني إسرائيلي؟ أعتقد أن ذلك أمر صعب أمر صعب جدا ولكن قبل هذا سلام مع إسرائيل يجب أن تتعامل الوطن العربي يجب أن يتعامل بالسلام فيما بينهم قبل أن يعملوا أي سلام فيما بينهم وبين أي طرف آخر لكن السلام مع إسرائيل لن يكون على الإطلاق لأن هناك منطقة مكتملة التكوين وفي وجود جسم يبحث عن التكوين ما زال تحت التأسيس وبالتالي ليس له مستقبل هذا النظام على الإطلاق والذين يراهنون على أن علاقتهم وتوددهم إلى الإسرائيليين يفتحوا آفاق الأبواب المفتوحة لواشنطن أمام واشنطن لتحقيق أهداف هذه الأنظمة الخليجية وغيرها أنا أعتقد أن ذلك ضيق في الذاكرة ضيق في بعد النظر ضيق في الرؤى التاريخية للمنطقة على الإطلاق وأن التقرب إلى أمريكا عن طريق إسرائيل خطر جدا عليهم نعم دكتور نواف الحديث عن حصار قطر واتفاق النووي والمصالحة الفلسطينية الأخيرة هل ممكن هذا كل يصب في الحديث عن شرق أوسط جديد أو ما عرفه بصفقة القرن بالتأكيد شوف هو كما قلنا أولا أي خلاف عربي عربي هو لصالح إسرائيل أي خلاف عربي عربي يقوي أوراق إسرائيل إذا ما كان هناك أي مفاوضات أي خلاف عربي عربي معنى ذلك شقوق يمر منها الإسرائيلي في الجدار العربي شقوق يمر منها ويتسرب منها الإسرائيلي ثم أنت عندما تلقي بكل أوراقك وكان آخر ورقة كما قلت التي طرحت في قمة بيروت في 2002 ورقة التطبيع الكامل مقابل الانسحاب الكامل عندما تلقي هذه الورقة بأي وجه أو بأي أوراق ستذهب لتفاوض الإسرائيلي الإسرائيلي سيفرض إرافه تماما لذلك نجد قبل يومين الاجتماع الكابينة الإسرائيلي وهو الاجتماع الوزاري المصغر أملى شروط على حركة حماس وقال بأن هذه الشروط من أجل العودة إلى المفاوضات مع الجانب الفلسطيني ومن هذه الشروط أن تعترف حماس بحركة بإسرائيل أن يتم نزع سلاح حماس أن يتم تفكيك أجنحتها العسكرية كل هذا لماذا؟ كل هذا لأن إسرائيل تشعر الآن بأن السند الوحيد حقيقة منذ أكثر من 15 سنة الذي يعاضد ويساند ويدعم حركة حماس هو دولة قطر ويبدو للجانب الإسرائيلي بأن هذا أصبح غير ممكن الآن دكتور في نص دقيقة هل ترى بأن الخريج سائر نحو التطبيع في نص دقيقة؟ للأسف مما نسمعه ومما نرى نعم ولكن بدون ثمن للأسف طيب دكتور محمد نفس السؤال الخريج ماشي باتجاه التطبيع؟ ماشي باتجاه التطبيع مع الأسف الشديد ولكنهم إلى الهاوية جميعاً من؟ الخليج إذا مشي في التطبيع مع إسرائيل فإنهم ستكون الهاوية للنظام الخليجي على وجه التحديد دكتور محمد المسفر أستاذ العم السياسية في جامعة قطر شكراً لك وأيضاً دكتور نواف التميمي أستاذ الدوح أستاذ في معهد الدوحة للدراسات العليا شكراً لك والشكر لكم أنتم أيضاً أعزائي المشاهدين على متابعتكم نسعد باستقبال تعليقاتكم وأسئلتكم ومقترحاتكم على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لقناة العربي دمتم في رعاية الله والسلام عليكم